لا تضحية أعظم من تضحية لأجل الوطن والعراق ينبض بشعبه الذي يرويه بالدم فداء وانتماء وشهيد تلو شهيد وقافلة من الجرحة نزفوا لأجل البلاد والتاريخ شاهد والساحات ومن ساحات أرض الرافدين ظل الجرح يؤلم الكثيرين واليوم قصة من قصص الفداء والوفاء تزفها أم لثلاثة جرحة من القوات الأمنية الباس لجاءوا من ذيقار حاملين منشدتهم لرئيس الوزراء فما كان من الكاظمي إلا أن أجلس أم الجرحة على كرسي رئاسة الوزراء لتنطق بصوت الأم العراقية المكلومة فتزف للعراقيين حبهم للوطن ذو الأثلاثة رطيتهم فدوة للوطن وطبعة فدوة بس مثل ما رطيت الوطن أريد من عدة أريد من علاقة هذا مني صار لي 14 سنة ما خليت والله العظيم ما خليت يعني كل شيء سواد بس ما حصلت نتيجة واجب الترحيب الذي قدمه الكاظمي لأم الجرحة استهل جلسة حكومية لينتهي من اجتماعه بالفريق الوزري ثم يستكمل الاستماع لقصة من قصص بطولات أبناء العراق استجابة فورية وتثمين لشجاعة كل عراقي يعمل في القوات الأمنية وتقديرا لما قدمه الأبطال في ساحات المعارك والحرص على أمن العراق لتسطر أم الجرحة قصة جديدة من قصص الولاء للبلاد وتكشف لوعات عراقيين تجرعوا من الحروب موتا أو جرحا فخسروا شيئا من الحياة لكنهم لم يخسروا العراق نحن آمين الله وعانينك وهي اللي شبعين الله خليك إن شاء الله آن بعين الله وإن شاء الله على دولتها نلولين ترى على أولك اشتركوا في القناة